إساعات ما حقتنا. شوف اسمها الكلام ده كويس. أي إساعة في داخل الثورة ده ما حقك. ليه؟ لأنه الكلمة الطيبة قالوا يدمرق الدبيب شنو؟ من جحره. بعدين دائرنا الحكمة. الحكمة والموعزة. يعني الليلة لو جيت فاكرت عينت لإعتصام بدأت نرتدي. واعتصام القيادة العامة فرق السماوات والأرض. في القيادة العامة كنا بنرقص وبنغني وبنحتف. لكن في نرتدي بنقرغ قرآن. طيب الناس الجايين ديل ما كلهم عنده محمية لك. وما كلهم كعبين. انت فهمت القصة دي؟ ما كلهم عنده محمية لك وما كلهم كعبين. في الكويس في الممكنة الجاي بدور أنه فعلا صح دير يقدم لأهل نرتدي. لكن أنا بقول لإحنا أحلينا في كل المناطق أتمنى أنه يعني قايد المنطقة يتعين من أبناء نرتدي. سواء كان من الحركات المسلحة. سواء كان هو حزبي. أنم يكون من أبناء نرتدي وساكن في نرتدي. ما يكون من الخرطوم ولا ساكن الخرطوم ولا ساكن الدمازين ولا السنار حتروا من أولاد نرتدي. ده المطلبك على ساسي. ده رأيي شخصي يعني. ليه؟ أنا دائرنا زول يكون من المنطقة وقاعد في المنطقة وبيعرف الكبير والصغيرة وبيعرف العمد والمشايخ وبيعرف المجارمة والزول مطلع وزول أنه عنده حكمة. حكمة حكمة وموعزة حقيقية. ده دائرين نحن يكون شنو؟ يمسكوا العدارة بتاعت نرتدي. كل الناس المناصب الدائرين خطها في نرتدي لازم تكون من نرتدي. ولازم يكون الناس عندهم الخبرة الطويلة المنتزة في داخل البرد. في داخل المنطقة بذات نفسها. مع يكون زول مثلا محاجر زي كده يقوم يجيب ويقول والله لا لا خلاص. ده دكتور كان في فرنسا ولا في بريطانيا ما احترامنا لأخواننا الموجودين برد في الدول المحجر. فكلام ده ما ما يعني بأنه أنه يعني ما في كفاعات عادية. لا في كفاعات. وفي كفاعات حقيقية وقدمته أرتال من الشهداء وقدمته أرتال من الوقت. لكن إنسان القاعد في داخل نرتدي وما طلع من النرتدي بيعرف يعرف يع يعني الألحاص الشنو في داخل المدينة. فلو دارينا ابني صح خليني يتجرب بالناس الموجودين في داخل المنطقة. وخلنانا كلنا نعيد أنه الإنسان اللي بعينه ده يكون من داخل المنطقة ومن أبناء المنطقة ويكون من الناس المتضررين. لكن يجب عليه كما ما يكون إنسان المنتقم. أنت فهمت الكلام ده لا فهمته. يعني ما يكون إنسان حكيم. أنا لنا ممكن تجيب زول كويس تجيبه بين أولاد نرتدي لكن هو ذاته يكون إنه بغضاء. يجي يجي أسوأ من الناس ديلك. يجي مارسيوم الدكتاتورية. ده بره بحد ذاته يجي ما لازم برضه نخطه الموضوع لازم برضه نخطه بين الأول. الله ينقال إن حكمتوا بين الناس فأحكموا بالعددي. دارين تجيب لنا إنسان عادل في نرتدي. إنسان عادل من أبناء نرتدي يجيبه هو الحاكم وقايدة الحامية يجيبه من أبناء نرتدي. اسمع كلامي ده كويس. الشرطة من أبناء نرتدي. الدعم السريء كله. وإنسان قلبي كله قلت الكلام ده في الآيفات الثانية يجب علينا كلنا في السودان والكلام ده موجهنا للجانة المغاومة ولكل السوار ولكل المستقفين والقانونين وكل إنسان بتحمه الصورة السودانية. كويس؟ دارين حاجة واحدة. أي عربية بتاعة قوات الدعم السريء ما هل ما هي موجودة سواء كان في العاصمة والقوام المسلطة سواء كان في الولايات. يجب أنه أي عربية بتاعة قوات الدعم السريء يكون فيها فردة بتاعة مباحث من البوليس ويكون فيها فردة بتاعة شرطة عبنية من البوليس. اتنين دين لازم يكونوا موجودين. ليه؟ لأنه يا جماعة الناس اللي قاعدين في داخل الدعم السريء دين ما بقارفوا القانون. بصراحة كده. والتواب تقدروا تتحكموا في الحكاية دي. فيجب أن الأرباط بتاعة الدعم السريء إذا هي خلاص دائرة تقع على المواطن وهي دائرة تحرص المواطن. الحتة دي حقية الشرطة. الحتة الحسي قاعد فيها الدعم السريء. المحل اللي قاعد فيه محسك الدعم السريء ده شغل بتاع الشرطة ما حق دعم السريء. دعم السريء ده احتبار هو جيش. صح والله ما صح. هو جيش. أو نجد بتاعة أمليات. إذا نجد بتاعة أمليات ذاته محل دا ما حقه. إذا جينا حسبنا كل الحسابات يا ناس تعمل الشير واللايك يا جماعة. كويس نحنا ما حطويل. ما حطويل كله كله. ما حطويل. وعند كلام أمباري قدته برضو حاجة أقوله في جسة أنه في وسيقة ما وسيقة وورقة. كويس. التحية ليك يا دكتور عبد الرحمة. أنا أخي لك التحية والإحترام. تحياتي لك كتير وللأسرة الكريمة إن شاء الله. نلتقي بعدين بعد اللايف إن شاء الله. كويس. يجب علي كل القوات الدعم السريء. قوات الدعم السريء كلها. يجب عليها أنه الناس طالب يكون في داخلها فردي بتاع الشرطة أمنية. وفردي بتاع مباحث. مباحثة المركزية. ليه الكلام ده؟ لأنه الآن دعم السريء ماسك محل ما حقه هو. راكب واركب سرييا ويجيء. الدعم السريء الليلة بيقال لنا شنو؟ زي الكهل. كم مشه قاله حريب قال الدعم السريء. كالناس قاله شرده قال الدعم السريء ما شرد. قال كم المرأة اختلفا مع راجلة الدعم السريء. ده كلام زي ده كلام ما صحيح. وده بحدي ذاته خطأ. الدعم السريء ده احتباره جيش عنده سلاح وباتبع لوزارة الدفاع. يبقى معناته مهمته مهمة بتاع وزارة الدفاع. مسؤولية وزارة الدفاع الدعم السريء مفروض يكون بمحام باتبع للقوات الشعب المسلحة السودانية. إذا كان جمع السلاح في تفلد أمني ده الشرطة بتطلب أنه من قوات حرص الحدود بتطلب منها قوة إذا طال الأمر تجيهم عشارة ويتحرقوا مع شنو مع الشرطة. يجب على الشرطة نديها فرصتها البوليس الشرطة الموحدة. مفروض إحنا في السورة دي يعني نمحيت للشرطة عشان هي تقدر تمارس. تمارس. لأن إحنا لو حصلت لك حاجة بوضوك بوضوك القسم. بيجيبك منه يجيبك بتاع دعم السريء. الإنسان بتاع دعم السريء ده إنسان ما قانوني. ما بيعرف أي حاجة. نحن عندنا ليلة الفن في الشرطة. الفن في الشرطة يعني أحسن من اللواء في الدعم السريء. بما بمعنى الكلام ده في زور قاعد يقدم صفحة شنو ما بعرف. أنا ما قاعد في المعلومات دي ما قاعد يدي زول يعني دعوة معليش أنا آسف شديد يعني. كويس? يعني معليش أنا بعتذر لك عشان ما ما تقول أنا ما شايفك. أنا شايفك. عشان ما تمرقني من الموضوع. يبقى أنه الدعم السريء. هنا. لأن تلقى اللواء في الدعم السريء ما ما بيعرف القادم. أحسن منه جندي في الشرطة. ليه? لأن الشرطة خدمة الشعب. وما في إنسان بتاع الشرطة. ما مدرب. يعني التدريب أقل حاجة يتآمل مع المواطن كيف? يتعامل مع الجريمة كيف? تحياتنا لكي أخونا الراكز. فضل الله. إبراهيم فضل الله. لك التحية والإحترام يا أخي. كتبت لألف خيركم يا أخي. بوقوفكم معنا. ووقوفكم مع الوطن. يعني في تجاه نرتته. وربنا إن شاء الله تحياتي لك. وتحياتنا لأخونا أبو التومات. وتحياتنا لكل الأخوان الراكزين. كلهم بدون فرس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه كلنا من أجل السودان. وكلنا هنقوم من أجل السودان. وكلنا من أجل السودان. طيب. يجب أن الشرطة يعني زي ما قلت لك الإنسان بتاع الدعم السري. هو إنسان حربي. زول مدرب للقتال فقط. إذا كان هو مدرب. خليني من الجدال أنه مدرب أم لا مدرب. دي خليني منها. ده إنسان تعبه لشنو. بيتبع لوزارة الدفاع. يبقى أنه الشرطة دوره وين. إحنا كمواطنين. مفروض في نرتته. تكون الدور اللي بيقوم به الدعم السري ده يكون دور بتاع الشرطة. وأي عربية بتاع الدعم السري موجودة في أي ولاية من الولايات في داخل السودان. منهم نحن نطالب أنه يكون فيها فردي بتاع مباحث. وفردي بتاع شنو شرطة عبنية. دي المهمين جدا بالمناسبة. مهمين جدا. ليه؟ لأنه عشان الدعم السري ده فيه مخالفات. والكلام ده طبعا الناس في الدعم السري ما بيقبلوه. نحن دائرين نجي الدعم السري ده بيقالينا شنو؟ شو كتحوت. لا ينبلع لا بيفوت. الكاتولوج يقول لك مليشات الدعم السري. الاقتصابات يقول لك مليشات الدعم السري. ما عارفينه بردو بكلام ده صور لكلام ساكل. ما ممكن في جهة تانية بتقتل. وبلصقه في الدعم السري بردو. وعنا ما عارفين. الله قال إن حكمتو بين الناس فحكمه بالعدل. لكن التهمة الأكبر بنسبة 95% للمليشات الدعم السري. فإبقى أن نحن نعجل حتة دي بالذات في اليولايات يجب علينا نحن كلنا الوقت الراحل في الحكومة المدنية الحسي حاليا البسيطة التعبانة الرجلة المكسرة دي نحافظ عليها. نحافظ عليها بشمو؟ نحافظ عليها عشان نقدر نبني دولة. والدولة دي ما بتتبني بيننا بليلة وبكرة يما. عايزوا لقلي يعرف الكلام ده. إذا الليلة انت قلت بس الليلة بس أنا وأنت نبني الدولة دي والله الكلام ده بيكون كزب. الدولة دائرة تدريج زي الطفل. نحن قادرين ندريجة. تعطيها رشا. أول حاجة كده يبدأ يحبي. كيف يمكنك رابي؟ بعد ما يبقى هسي قادة تحبي. هسي الدولة دي قادة تحبي بالمناسبة. المليونية بتاديهم. الطوفان بتاديهم تلاتين الفادة. الدولة دي كانت نحبت خلاص. بعد ده باقي دار تقن بريج لينة. تقن بريج لينة لكن جوا في دبائل. نحن هسي حاليا زي شوار. زي زور المشيك بتلب عود من الخلق. ها؟ ده تيجيب وتولي عليك نار. العود دي تلو جايبه بتاطلح تلقيهم في القرب ده جوا بيكون فيه أقارب. الآن هسي الصورة دي فيها أقارب. فيها أقارب كتار جدا وفيها دبائب. دبائب شفته وفيه عصلة. اسمها صادقة. المهدي. هزبة. شو ما بعرفوا ليك. دي كلهم دبائب بالمناسبة. دي دبائب. حتى في دبائب في داخل حركات المسلحة. لكن الموطودة لازم يتعالج. يتعالج بالحكمة. وبدون أي انفلات أمنية. فيجب علينا نحن نجيبه الناس نطالب أنه إذا جاء الوفد يوصلكم هسي. المطالبة يكون شنوع الإنسان الموجود يكون من يرتدي. وما يكون إنسان منتقب. ما يجيبه برضو إنسان من القبائل الأسطن يعني أو من من الفعات الكاندية يعني الناس القاعدين بتاع المؤسكرات. وبعدين يكون زول يعني ما حكيم. دارين إنسان من المؤسكرات ده إن ظلم لكن إنسان حكيم. حكيم جدا. عشان ما ينتقب تاني. الانتقام برضو بولد شنو بولد جرائم. فدي حتادي لازم نحن ننتبه لها. ودي مسؤولية اللي جاءنا المغاومة الآن. اللي جاءنا المغاومة الموجودة في نيرتته. الآن هي لازم تكون صاحية وهي ساحية. هي لما كانت صاحية ما كان عمرت صبة. لكن برضو إحنا بالناشب. اللهم جنو. إحنا كلامنا شنو. بس دارين بدان نوسي رسالة. اللهم إني بلغت في عشاد. ده واحد. واثنين. تلاتة. الآن الاحتصام ده. الكيزان ما بخلوه. الكيزان ما بخلوه. ومعامل أحزاب السياسية. أنا بوريكم بصراحة شان تكونوا عارفين. الحصن في القيادة العامة. الناس الأدوم الحبوب. وجزء الناس التششون بالحقن في داخل الجمهورية السودان. الآن يجب على كل الناس الصابين في نيرتته. كلنا أي جزء الجاي يكون في تفتيش دقيق جدا. وناس إنهم خبرة في تفتيش. شفت ما في عاجب ولا حقنا ولا حبوب. حاجات ده كلها تكون ما فيه. ويكون في وحدة طبية مع التفتيش ده. وحدة طبية حقاتكم انتم. وما تجي وحدة طبية من الخرطوم. اسمع الكلام ده كويس. ولا من النيارة. ولا من الفاشر. تجي تحت إدارة وحدة الطبية حقاتكم القاعدة دي. عشان الناس دين انت واتسق فيهم. هسي الناس القائمين اللي بغنوا. والكلام ده بحزروا يمنوا. لأن شطا حق جنكم. الماسكين الراية. الفنانين. الناس بتانية تعبية. الناس اللي بدون قوار كان النغاش. دين اللي بستستحدفهم الحركة الإسلامية. استحداف غير مباشر. بدون ما انت تشعر. بيستحدفوك. ما في الناس اللي بيجي بيقتلك. طا حق جدام الناس. الكلام ده لازم ننتبه له. والكلام اللي كنا خايفين منه زمان. في ناس حصل لهم الليلة. كلهم. وين سوارنا. وين ناس الزمان في القيادة العامة. قد بيقولوا ارفع يدك فوق التفتيش بالزق. الناس اللي كلهم صفهم إلا من رحمة. إلا من زول يوم وما تم. وجزء منهم ما معروفين لحدها سوى. فقد نام كلهم. فقد نام بشنه. فقد نام بعد ما الادراك. وكان كان الناس قالين في القيادة العامة. كنا من طالب اخواننا. قلنا يجيبوا ناس المرافيد يكونوا هما الواقفين دي دبانية شنه. يحرسوا السوار. جاء الف وخمسمائة مرفوض. في القيادة العامة. وانا بحيي اخواننا من هنا. من ضباط وضباط صف وجنود. مرافيد قوات المسلحة. والشرطة الموحدة. لما اتتمعوا. وشافوا الحتر. وبحيي اخوانا. الضابط معاش له التحية. الان هو. انا ما عارب موجود في الله. في الله ما موجود. قدم كان جهدي باحر جدا. جمع دفعته دي كلهم. ورغم انه كان خارج الوطن. الف وخمسمائة. قلنا الف وخمسمائة دي كان يوزوع في القيادة العامة. في البوابة الرئيسية. الناس رفضت الكلام ده. ليه؟ قلنا لهم لأنه هما دي الناس المرافيدة الف وخمسمائة جولين. في منهم المباحث. في منهم الاستقبارات. في منهم الصول. في منهم الضابط. ناس عارفين مصادرهم وناس اشتغلوا في الخرطوم دي. وعندهم مصادر. ناس اشتغلت. ناس عندها مصادر. ناس عندها خبرة كيف تشتغل. الاسكر الجاي هم ما عارفينه. تلقى دفعتك بتلقى بتاع. الموضوذ الناس رفضوه. بصراحة كده. ما اشتغلوا به الكلام. والكلام دي قلنا في جروبات كتير جدا. الان داك فات. هسي احنا في نرتد. ولسه ممكن يكون في اعتصامات تاني جاية. ما معروف. في صبات هتجي. قالين نسمع. اخوان قالين نتكلموا. واي يزول اندو حق طبعا. الصورة دي. اي يزول اندو حق. انت اتفق معه ولا ما تتفق معه. دي حاجة تانية. لكن اي يزول اندو حق وما في زول مواطن ضعيف. بمشي بيجيب لي حبوب. من وين من اخرى الدنيا. والحقن دي. اللي بتدو على الناس. عند بتتشطش الروسين دي. برضو. برضو داري لاحسابات. عشان ما احنا ما نفق ناس. في نرتدي. بالذات. والشغل ممكن ما يتم بين الليلة وبكرة. لكن بمرور الزمن. ستة شهور سبعة شهور تلقى زول. زحل. حرق الاستامع علمتنا التصفيات. و احنا شوفنا منها كثير جدا بالمناسبة. كويس. فالتحية له. لكل الناس. و اتمنى من الله. انه نكونوا يعني بجد حريصين كل الحرص. عشان الصورة دي تمشي لقدامه. و نحافظ للمدنيا الحسي ناقصة دي. حسي مكان عندها رجلين اتنين. حسي خطين التالتة. صح. التالتة دي لكن بعصايا. التالتة دي بعصايا. و كلكم عن الليلة سمعت و شفت وزيرة الخارجية قائر السوي في شنه. و دي ما عملتها براه. بالمناسبة. لا لا لا. الكلام الحسي قائر يحصل ده. الحركات المسلحة عودة راكب. الموقع في النظام الهلان الحري والتقير. المبتسبة بالجبحة السورية 1 والجبحة السورية 2. هم كلهم في داخل المنظوم الحسي. والتوزيع بتاع وزارة الخارجية. قريب ده بتسمع في ناس كتار جدا من حركات المسلحة موجودين. من حقهم ان يكونوا موجودين. لان هم قاموا بالصورة. نحن ونقص حد. لكن دايرين نعرف. الاحزاب السياسية بذات نفسها. قسمت الكيكة دي. و في ناس دي السامجات. طيب. نحن كنا دايرين. و اتحط نظر. ممكن تكون من عبد الله الضعيف ده. انت ممكن تقبلها كمواطن و ممكن ما تقبلها. لكن ده الرأي شخصي. و قناعته الشخصية. ان السودان لازم في الفترة الانتقالية دي. لازم تكون فترة فيدرالية. و عباد الاحزاب السياسية في الفترة دي بالزد. عشان نقدر نبني دولة. كويس. يجل الحركات المسلحة في الفترة دي. و ممكن نستعين بجزء من القوات المسلحة كنائب للرئيسة الجمهورية. والفترة الانتقالية مما يكون فيها مثلا يعني زي حسي الهيكلة الموجود بها في الرئيسة الجمهورية. تتقير يكون حمادوك رئيس الجمهورية يجي نائبه أسكري ما في مشكلة يجي نائبه أسكري هما العساكرين هم كلهم طين في الطين لكن ما في مشكلة يجي نائبه شنوه أسكري يجي اللجان المغاومة دين في المجلس التشريعي ويجي هما في الأولى يجي ما دين الناس الواطين الجمرة والسقنوا بالثورة دي نحن ما عندنا قضية بأنه الزول كان وين ولا تابع لاته حزن نحن ما دارين حزن الأحزاب دي قال له أتقوى الفترة الانتقالية دي لما خلاص يجي زمن الانتخابات ياخي تعالوا الحشاش من الشيء بقته انت لو عندك حاجة عملة هسي جاهز لناسك جاهز أمورك كهزب عمل نشاطاتك كلها أركان نقاسك تقوم تمشي تدق لي خيام أعمل اللي انت دار تعمله لكن الفترة الانتقالية دي انت جيت هسي حبطتها تاني جبت المعتمر وطني المعتمر وطني قايت قايت المعتمر وطني قايت ليه لانا انتو احتويت الاحزاب السياسية طيب المعتمر وطني كان محتوي الاحزاب السياسية احتويت الادارات الاحلية كو guys المعتمر وطني محتوي الادارات الاحلية صح جيت و احتويته الدعم السريع أديته فرصة انه يقود لعشرة سنة وكلام هذا برجع اورينا حلقات المسلح لانه من ده رأي 10 سنة دعم السريع بيكون برقى القوات المسلح طيب ده بعد 10 سنة ونكون أمل كم وهذه مرتبة الدعم السريع اعلى من الجيش معنة الناجة لأن القوات المسلحة السودانية تنتهي ويكون الجيش كله جيش بتاع القبائل هل أنه دي الدولة نحن بنسع عليها؟ ده برضو كشعب سوداني أمشو راجع الشغلة أمشو راجعوه كويس وكلامي بقوله لكم ده أسموه قبل ما الفاسي قاع في الرأس وهو يسي خلاص الفاس وقاع في الرأس الحكومة مشكلة وناسهم جابوهم وفي جوبة يتفقوا قسبوا كل حاجة وجوه يتلبدوا لبيت لأنه ما يقدروا بيعملوا أداوية جوه يتلبدوا لبيتوا يقعدوا في داخل الخرطم ومن حقهم يجو خرطم ما أفزوا لأسهم بيخصوه وقعوا أمر السلام من الداخل دي ما فيها اثنين ثلاثة لكن لا يخصى لحد لا يخصى لحد ودكتور جبرين بيقول لك أنه في واحد من لا ما دكتور جبرين في واحد دكتور اسمه محمد مين كده في حركة عدو المساواة جنح جبرين كان مستضيف إنه قبل كم يوم أنا ساموه بيتكلم بيقولوا والله يا أخي نحن بعد ده ما هننتظر الدائر يجي أعمل السلام يجينا والمدار يجينا ما من ننتظره تانين نحن طيب سؤال سؤال أنت كنت بتفاوت من زمن أمر البشير ولا حد هسيه جبت سلام ما جبت سلام أنت ما شهد جبت أنك إنت تقول طيب تجانسيسي هون دا كله قاعد تجانسيسي قاعد جسلم قبل كده وكلكم كان جدتوا دغطوا الشغلة دي ودغطوا المفاوضات الموت ما وقف هسي أنتو نما تشكلوا مع أحزاب السياسية طيب أنتو هتغيروا شنو مثلا أنا دار أعرف أنتو هتغيروا شنو هتغيروا شنو مثلا يعني نحن بس دارين نعرف أنتو لما نوقعتوا السلام بدع جبدة بنفس الطريقة الحزيلة اللي أملتها دي أنتو دارين تجيبوا شنو هل عنه هتسلموا الجنرال الأدالة الدولية قلتوا لا اتحاكموا محلي طيب كويس درائكم قلتوا يتحاكموا محلي قلتوا يتحاكموا محلي ما طالبتوا بتجيبوا تسليم الجنرال الأعدالة الدولية بطريقة رسمية لكن جيتوا قلتوا نحن طالبنا أنه تودهم لا لا طالبتوا تودهم لو طالبتوا تودهم كان مفروض يودهم قبل ما تقنوه في التربيضة يكون كان شرطي أولي بالعقال أنتو بتكون خففت الصدمة بتاعت الحركة الإسلامية أو بتاعت الماسونية وبعد أن ما نتكلم في الحركة الإسلامية يا أخي المشاهد يا أفط المشاهدة احنا ما ضد الإسلام نحن نتكلم في الماسونية الناس سموا نفسهم هم حركة الإسلامية وحكموا السودان باسم الحركة الإسلامية كويس عشان كده قاعدين نتكلم في الحركة الإسلامية لأن الحركة الإسلامية جسم ما دين نحن نتكلم في الجسم بتاع حركة الإسلامية انت ذاتك عشان أرسالة تصلك عشان ما يقول لك لا يا دل 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 ما احنا ما عندنا نقطية بزول تؤمن بالله ما تؤمن بالله دائرين دولة كلنا نلقى نفسنا فيها دولة فدرالية 100% فأنا والله أتمنى من الله أن الرسالة دي تصل تصل لحلنا نحس حالين موجودين في نيرتته وفي كاميرات قبل شوية قاعت هنا كاميرات فيصف الفضل له التحية والإحترام وتحياتنا لكل الناس بدون ذكران أسماء الناس الموجودين هنا والرسالة دي أنا أعرفها بتصل تماما لكن دائرين لها شنو عدان ساقية تمام 100% ما يجبوا ذول يجبوا لناس يجبوا لناس يجبوا لناس يجبوا خطوه لنا دي مرضو نفس الدولة العميقة بتتبني تاني بمعنى الكلام دا مش نحن عندنا يعني ضد مع ناس شندي ولا قيرو لا دائرين أبناء المنطقة هم ليحكم المنطقة يجبوا ذول من المنطقة دي بذات نفسها عشان بيقدر بيعرف الناس اللي يكتلوا ديل هم هم بيقدر بيعرف بيعالي كيف وده الحاجة تلعنا أصلا دائرنا نعمل فيها اللايف دا أمباري وعدتكم بالليل في اللايف كان متأخر شوية وممكن كان اللايف يعني وقته زي خمسة وسبعة عربين دقية بالتقريب ما زلت فيه في أوراق مسربة قلنا احنا أنا قلتها أنه الليلة حنشوف نتيجتها ولسه النتيجة ما طلعت كاملة فأقدر عشان أتكلم فيها في اللايف وزي ما قلتها قبل كده أنه مباري أنه الكلام دلو طلع صح بتجد الطامة الكبرى وإذا بيقى الصح وبتجد في حركات مسلحة ذاتها يعني بتجد طامة كبرى في داخل جمهورية السودان دا الكلام اللي أنا قلته وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون ما صح بس أسأل الله أنه يكون ما صح الكلام يكون بسمه فبرك الوسيقة تكون شنو بسمه فبركة مركبة أو فيها البابادي أو فيها زيادة لو فيها زيادة ذاته في السيقة بتاعة الكلام هذه ذاته بتجد معناته كانت في حاجة لكن حقيقتها بربحة نعرف فعشان كده السلام الحسي الممنهج الاتفاق جزء من الحركات المسلحة جزء منها مع الدعم السريق وتعييد للدعم السريق تعييد للدعم السريق يكون قوة مفصولة لمدة 10 سنوات بدل على اتفاقية الوسيقة اللي أنا بتكلم عنها بدل على اتفاقية الوسيقة اللي أنا بتكلم عنها ودي بحد ذاته بتجد دولة جديدة ممتدة من هيا لهد أدري وممكن تكون لهد بغاد الأدري ودي إذا كان طلع الصح يبقى أنه إحنا في كارثة حقيقية في استعمار جديد واستعمار هتكون في قبائل بس حكم السودان الوريسة هتكون لقبائل معينة في داخل جمهورية السودان وخلابه ده مفتنا لكن انت أقود والأيام جاية والأيام شنو جاية والأيام دول واليوم ما بكذب بكذب البني آدم ده بس زي ما قبل كده قبل السنتين بقول لك أنه البني آدم اللي سان ده هو ده اللي بيكذب لكن الزمن لا يكذب والتاريخ لا يكذب التاريخ ده بكرة بعد بكرة إذا بيقي في العمر بقية بعد كم شهر كده من كنت تمينا السنة واللايف ده بيجي ثاني بيجي بيجي نفسه في الفيسبوك بيجي بيجي نفسه في الفيسبوك بعد ذلك تجيب تشيفه وتسجل التاريخ ده وتجيب تقول والله يا أخي كان في ذول أجلح كده قال 1, 2, 3, 4, 5 ليه؟ توقعات بدراسات نحن عمم نتوقع ساكن هاي نعم أنا بتكلم لك ما بيقول لك المادة كذا ودك كذا وكده ممكن اللايف وما سعبتين فيه اللايف بننجر هنا بننجر هنا بننجر هنا في ناس هم تستفيد منه وفي ناس هم تستفيد منه اللايف مفروض يكون يعني فيه نقاط معينة واضحة للناس ده برضو بني احتزر للناس فيها لأنه بعد مرات احنا بنمسك حاجات ما بنكملها بنمسك حاجات تانية ده برضو ممكن تكون يعني خلل بخليك أنك إلت المعلومة الحقيقية ما تقدر تصليها لكن اللايف قد نحن بنعملها بنعملها لجل التنبيح بنديك من كل حتى قضاع وحتى تمشي تصليها الشارع حتى ده الغرض ده الغرض من اللايف فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يحفظنا ويحفظ بلادنا والتحية لأحلنا في نيرتته والناس تتكالب وتدعم نيرتته ماديا معنويا والتحية للجانة المغاومة والناس تحافظ للحكومة المدنية الحسي ناقصة دي ذاته بينه ووسطني عشان الحرقة الإسلامية ما تجي تتلب بطريقة غير مباشرة تجي تخش في النص الحبوط الناعم موجود لحد يحسي موجود ولسه الكيزان لسه بدململه لأنني شبولهم فرصة يجي تخشوا بها فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يحدينا ونمشي لك الدام والتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته